كل ما يهمكم على أمواج كاب راديو شكرا على إدعاة كاب راديو مرحبا مرحبا بك مادام ليلى إذا مادام ليلى كيفما قلت اليوم إن شاء الله نتكلم معك على تكاشت ونخصص هذه الفقرة نتكلمه على تكاشت شنو هي وشكين الجديد في الموضة ديال تكاشتات شنو الألوال لدرجة شنو التفاصيل لدرجة هذا العام هذا في تكاشتات طبعا بالنسبة للجديد راها دائما الجديد بحق هذا العام هذا إن شاء الله من جديد في البصات ليكنوا أقضاء من بلديين اللي كيجي يقول لك أن نخصني البلديين قديمة قديمة وبالنسبة للتوابات كين دغاد وصوا دب اللي خدامين به كين البغوش كين البروكر كين الحرير في الحرير هذو دبت توابات لي خدامين بهم درجين حاليا حالياً اللي كان خدمو بهم ما يكون طب حد غاد و صوان نخدمه عليه حسب كل مده شنو يبغي كيلي يبغي الطارس تنبات على حسب كل واحد و الأضواء ديالو بالنسبة ده بحلي كيكون ده بغش كيكون مزوق أو ال بروكر اللي كيكون مزوق كل شي كنحاول و أعود نخدمه طهوى على حسب كل واحد كيفش كيبغي كيلي كيبغي زواقت معلم فيه كيلي كيبغي الطارس كيلي كيبغي التنبات فيه لحسب كل واحد لحسب الأدواق دي كليون دي نحنا كنحاول دائما كنحاول أنا بالضغط كنحاول الجديد دائما يكون حاضر عندي واضح تمرك الله عليك بيخلك بيخلك دونك ما كي ناشي حاجة مميزة من غير يعني احنا تكلمنا على اللباس القدامين ونشوفوا دابا يعني كي بدون يعني تكيشتات ديال جدات ديالهم ديال أمهات ديالهم يعني الصغر ديالهم كي لبسوهم لباسي بلديين صاحح بلديين دونك هذ اللباس هذي بلديتي عليش كتعتمد في العصل يعني اللقصة ولا يدين ولا الفصلة ولا الكوش كي يجو ليدين وسيسعين لديو كتفة طايحين كي يجو مفتوح المجنب مجنب كي يجو لبيسة وفية كي يجو وسع ما كي يشي لبسة بلديا ما شي سوختي ما شي سوختي داك لباسي آخرين كي يجو سوختي أه كي يبغي يحتب هذ البيسة بلديين كي يجو وسيسعين كي يجو مهد هذا هو النوع من المخدمات نحو عملك بمعُلَّم ومما يُعَلَمَلِين أمضِل يُعَلَمَجُ price ومخدمَ مخدمة مخدمة ومخدمة مخدمة ومخدمة 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 ستكون زواج المعلام. هذي ولا بدى. زواج المعلام وسفيفة. سفيفة الاميرة وسفيفة قتعطيه. وبالنسبة للحزام يعني الحزومة. الحزومة دهنطاع. الحزومة اللي كانوا قبل اللي كانوا عند والدينا و جدودنا كانوا يعملو الحزومة دهنطاع. دابا خدمة انا بالنسبة للي انا كان نخدم بالحزومة دهنطاع. عريض شوية. كيجي عريض وكيجي متروز يجي الحزام ده النطاع كيكون باين كيكون حتى هو باين واضح واضح وكي تجين هو اللبسة بلدية صحح هماوية كدي في اللبس صحح واضح دونك الألوان بالنسبة للألوان شنو لدارج حالياً؟ الألوان صبارك الله كين دابا المغوز مبرد داكو كين الغوز مبرد كين البياط كين كين القرونة كين الألوان اللي مفتوحين دابا دارج دابا اللي كيني اللوينات اللي مفتوحين اللوانات كامنة بحالي قلت لك عنا الموفم بالرد القرونة البياط الغوز مبرد بزاف دلوينات كينو مفتوحين دابا هدا وقيتها دياله دارج حالياً واضح واضح مدام نيلة بالنسبة للعريسة شنو اللي داج لهم في تكيشتاك ديالو هدا العريسة تبارك الله عليهم كين قلت لك في حليقة لك أنا توب دل بغوش ديال بغوش وحال حرار وحال صيف البغوش مش ديك اللي كي يجي ديك توب دل بغوش اللي كي يجي خفيف يجي شي غليط كتجيب لك العروسة كتقول لك مدام ليلا أنها التويب هدا بغيتون نبرز بيون هدا كان عادلولا عادلولا بالطرز والتنبات باش كيبان حولا ديالو كتبان مزيونا وبالنسبة للعريسة تعاوتاني لبيسة دل جوهارة كي طلبوهم بلديين بس فيفة دل أميرة تويبات دل جوهارة دل جوهارة باقي نكمل معنا باقي باقي ما شاء الله عرفت العريسة تبارك الله كي يجي بولي كي قولي مدام ليلا عملنا هادي البيسة بالجوهارة أو لو بالرندة رحت الرندة راه مطلوبة دابة باللبسة البلدية مطلوبة الرندة في هذا وبالنسبة للجوهارة بالنسبة للبغوش اللي قلت لك وحتى البروكر راه مطلوب كي يجيبوهم للعريسة كي قولي مدام ليلا خدمنا بنا كنخدموها بطريقة على حسب كل واحد وكيفاش وبالنسبة لتغادوسوها تغادوسوها كتبغير العروسة جيب لك تواب حسبي كيف ما قلت لك تغادوسوها رات تواب مزيان كتحاول تخدمنا تفنين كتعطيني فيك نكملو احنا معا بعطيتنا باش نطلعو ديك بياسة مزيونا نعم هو واضح واضح تبارك الله عليك بيخليك الحبيبة تكلمنا على الالوان تكلمنا على القصة ولكن اهم حاجة مدام ليلا اللي ما عرفتش واش هتوافقني الرأي هو حاليا يعني السامبل يعني ذكي الكترة ديال مثلا بحالي قلنا الجوهر ما بقاش على الموضة يعني على حسب على حسب على حسب دبا كيلي كيبغي الجوهر كيلي ما كيبغيشي داك احنا انا دبا بنسبالي لانا في محل ديالي احنا تبعين الكليون ديالنا شني كيطلونا هو واشنو باغي؟ معا نقدروشي دبا محل محل ديالي نقدر نعمل فيه بش هاوتي بالحق خصني ضروري نعمل بش هاوتي وش هاوتي صحيح صحيح كليون ديالي يخصو من يجيون المحل يجبرو شكيلات كاملين كينين والكليون على حسب حالي قلتلك كيلي كيبغي الطرز بوحدته بلا تمبت وهو اللي دارج حاليا كيف تكلمنا بالرباطي كيجي مخدوم بلا حجر لوالو غير الطرز الرباطي كيجي على حسب الالوان اللي عادي تعمل على حسب الزوقة اللي عادي تعمل وبالنسبة كي من العرصة اخرى تقول لك لا دخلي فيها اللمسات الحجار انا عروسة خصني نبانوا هادي هذي كتفقت كيشتاد العروسة صح بحالي قلتلك البيسات بالديين دبا اللي كايين الطرز الرباطي الرندة اللي قلتلك اكد عليها اكد عليها قلتلك يبغي تنبت يعني هادو هما كبقى دائما انا كنحاول دائما نشارك مع الكليون ديالي والحباب ديالي بلي كيكون الحاجة مزونة والحاجة جديدة كنحاول نشارك مع الحباب ديالي واضح واضح مدام ليلا اتكلمنا على السفيفة اللي درجة حاليا هي السفيفة الأميرة مع العقاد؟ مع العقادة بالعقيدة ما بقش بقش بقشة العقاد الكبار يكونوا مخدومين بغيت بلاون واحد بغيت بجوج على حسب طوب شنوفه حيث يكون يكون هناك ويكون هناك تسقلة. ودخلو ذاك الوينات لكي نكملو بياسة. واضح. 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 تبارك الله عليك. ما دامنا لاحق ونما امكان تكلم معك على الموضة ديالتكيشتات ديال هادة السنة هذه ولكن في العموم يعني نبغي نعمل نوح الخاتمة لكلام ديالنا التكيشتا البلدية القديمة ديال بامها الدين بالفصلة ديالهم بايدين طوال بالفتاحات من الجنب كيكونوا تاومة كبار بس في فد الأميرة بالعقاد كبار يعني هذو هم اللي درجين حالياً على المضيق مدام ليلة هذا هو اللي يمكن هذو اللي بيسات اللي تكلمنا عليهم اللي تكلمتي عليهم اللي بيسات واسعين طيحين كتيفات طيحين بسفيفة كتجيب تركيز كميمة واسعين افتيحات مجناب كتجيب لبسات مخوة يا سلام واضح تباك الله عليكم مدام ليلة دا بك نشوفه تباك الله رب زاف الناس نشوفهم كي يلبسوا لبيسات أمهات مجد داقيلهم هيدا هيدا ما شاء الله كي حمقوا ما شاء الله يا سلام كتيف صراحة تانية وشي كتقول لك شوف 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 اللي بيسات بابتي عندها خمس وعشرين سانة عندها ثلاثين سانة بحظة بنا مهمة تبارك الله عندها اللي بيساتها تبارك الله اللي بيسات والله العديم اللي عافتي كانت نشوف فيهم وبعد مرة كانت نخرج يا سلام يا سلام تبارك الله عليكم مدام ليلة كنت سعيدة اليوم وتوجد ديالكم بيخليك وليختيكم وشكرا بززاف إذا عدتك براديو هذه ثلاث مرة صدافة ديالي معاكم بيخليك حبيب مرحبا عزائي المستمعين كانت معنا مدام ليلة اللي هي شو تكلمنا معها اليوم على آخر صيحات الموضة في التسكيشتاد ديالصيفة الفين وعشرين مع الأسف وصلت بكم نهاية حلقتنا لليوم كمغين شكر الضيوف ديالي من البداية ديالهم أستدرسوا من الحرفوش مرشدة نفسية ومدربة تربية إيجابية واليوم تكلمنا معها على الأبناء والامتحانات والأباء ديالهم أيضا والنفسية وكيفاش خصوهم يتعاملوا مع هاد الوضع وكانت مننا ويعني التوفيق للناس ديالباك جميع الوديدات اللي عندهم سنوات الإشهادية إن شاء الله كوشي غير دياليوز بخير وعلى خير فقرة ديالطيبة كان معنا الدكتور سهيل الخراس طبيب أخي سائف تبال أسنان اليوم تكلمنا مع المشكلة ديالالتهاب اللي توقت من الحلقة جانا مع مدام ليلة اللي هي شو مصدمية تأذية تقليدية وتكلمنا مع الأخير صيحات الموضف تكاشة ديالسيل صيف 2024 كنشكر أيضا فاتما زهر أوعجو في الإخراج والهندسة الصوتية كنت معكم مع إشة شحمة وراء الميكروفون كان رب لكم موعدين إن شاء الله اليوم غاد في نفس الساعة من دابنت ما كتبنا وتبقى في أحسن الأحوال بداية أسبوع موفقة مع السلام